رفضاً لإغلاق شاطئ الرملة البيضاء في وجه رواده اعتصم العشرات من الشبان والشابات بدعوة من اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وبمشاركة ممثلين عن حملة بدن حاسب واتحاد المقاعدين اللبنانيين من أجل حماية السامبلاش متنفس الفقراء إننا نعاهد أهلنا في بيروت وضواحيها ونعاهد فقراء بيروت وضواحيها الذين نحن منهم بأننا لن نسمح بالاعتداء على آخر متنفس لنا وسنواجه هذا المشروع مهما كلفنا الثمن وندعوهم للمشاركة في كافة التحركات المقبلة في أكتر من 1200 تعدى على الملك العام وممكن أن يكون تحصيل هذه العائدات وتحصيل هذه المخالفات يدر أكتر من 20 مليار دولار على الخزينة وكان بالفترة الأخيرة كان صار شوي سهل نقدر نحن كأشخاص زوية حاجات خاصة ننزل عليها مثل بقيت الأشخاص الغير معوكين اليوم إضافة لخسارة الشطق كل كمان خسرنا التجهيز الهندس الذي كان يوصلنا على الماء التهرب من مسؤولية جرف الشطق هي السمة التي طبعت كل المعنيين كالبريء من دم هذا الصديق أجل رئيس البلدية وقالنا أنه أجل هناك تفاجأ أن صدم لا مع خبر بأي شيء من اللي صار المتصمون أكدوا استمرارهم في تحركاتهم لكي لا يضيع آخر ما تبقى من أملك بحرية عامة ألين حلاق قناة الجديد